السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يعني كنت بدي أنهي تسجيل بس أنا حبيت أحكي لكم عن موضوع كثير يعني كثير مهم خاصة في يعني في عالم الوب كاشينج والبروكسيينج البروكسي بوفر مش بس موضوع انه خلينا نحكي بوفر باندود لا هو كمان نوع من الحماية البروكسي مهم خاصة بالشبكات اللي فيها عدد كبير من الويندوز بي سي يعني Operating System Windows قدران فلما يكون عندك مجموعة كبيرة من ويندوز بي سي فأنت بهبك تعمل ويب كاشينج فعلشان نزل الباكيج بتروح على الباكيجز أنا طبعا عملت لها download لأنه يعني ما بديش أستنى لحتى ما أعملها هاي هي ال Install Packages هاي Squid 3 بتكون موجود عندك عال Available Packages بس تعمل Ctrl F نعمل Ctrl F وأكتب Squid بدين تنتقل لسكويد بورجيك طبعا ما في غير Light Squid وسكويد العادي لكن أنا بدي لسكويد لكله Features فهي هاي سكويد لأ سكويد 3 هو رح يكون فعشان هي كأنا اللي بدي كيك يا كيانو أنا أصلا قمت بي يعني بتثبيت الباكيج وهي من ال BFSense من شركة ال BFSense وطبعا كله مجانا يعني ال BFSense هم وعملينها باكيجينج وكل إشي وهو مباشرة يعني بيحملها من الهاي وبيعملها extraction بيثبتها وبعملها configuration فأنت ما عليك غير بسكويد انك تحكيله يعني تروح لباكيجز وتضغط plus يعني مثلا لو فرضا من نعمل install وconfirm مباشرة بروح على مخازن ال BFSense شركة ال BFSense وبيعمل مجرد ما تعمل confirm بيروح على مخازنهم بينزل كل شيء لغا نحنا رح نعمل cancel لأنه ما بدنا يعني ال BFSense شركة ال BFSense طبعا وين يعني هون أول شيء general configuration ايش البروكسي الانترفيس اللي رح يشتغلها لهم طبعا على lana dmz ما في داعي على الوان ليش لأنه أصلا هو البروكسي فبتقدر عادي تشغله عن الوان ما في مشكلة إذا مثلا عملت update كبير أو شغلة وحاب إنك حتى الupdates والbackages اللي بيجوك عن طريق الوان تعملهم caching ما في مشكلة بتقدر تعملهم caching اللاو يوزر اون انترفيسيز بالوضع الطبيعي السكويد بده بسموهم access list يعني مين اللي مسموح له يستخدم سكويد يعني مش رح يكون مفتوح لكل الناس يستخدموه بس للشبكات الخاصة فيك فإذا اخترت هذا وهو بالوضع الطبيعي بيكون معمول له check مباشرة بي افسنس بفيروول انبرمج انه اضيف كل الانترفيس الموجودة يعني مثلا احنا عنا انترفيس 172 168 192 168 57 و 58 هذول مباشرة بتم اضافتهم للاو يوزر فما في داعي انك تضيف اي شيء يعني تقريبا يعني هون ما في عندك اي شيء اضيفه غير هون بجوز انك تحتاج للترانس بيرانت بروكسي طبعا الترانس بيرانت بروكسي ممتاز اذا كان عندك ويندوز مشينز داخل شبكتك فانت بتضغط ترانس بيرانت بروكسي وبتفعله فمباشرة بس حدا يطلب البورت 80 بنتقل البورت بورت اللي هو 132 او 123 اتوقع تبع سكويد وببعثه للانترنت زي كأنه الفيروول هو اللي بده هاي الصفحة او بده هاي البيانات من الويب سيرفر طبعا بايباس بروكسي فور برايفت ادريسز يعني انه بحكي لك اذا كنت انت داخل برايفت نتورك وكان عندك الباندوز كبير ليش دك تعمل كاشنغ هون الموضوع يعني بتقدر تضيفها وتقدر ما تضيفها زي ما بدك اذا كنت انت يعني اصلا ما في عندك غير هاي الفيروول فعادة بتقدر تبغيها بايباس بروكسي فور دوز سورس اي بي ادريسز لو انت عندك بالبيت مانع اليوتيوب مانع فيسبوك مانع الواتس ااب الى اخره بتقدر تضيف الاي بي ادريس سبع جهازك عشان تكون يعني يكون مسموح لك انت تستخدم هاي الاشياء اذا بدك تعمل كمان بايباس بروكسي لدستيناشن اي بي ادريسز يعني تحكيله انا مثلا في عندي مثلا صارت عندي مشكلة انه البي اموير دوت كوم صارت يعني ما كنتش قادر اني اتصفحه فبالاخير اضفته لبي باس بروكسي يعني بعدا يعني بس خلصت اصفحه حشلته بس الموضوع انه يعني انت بتقدر تضيف وتشوف هاي لكن انت ليش ليش تضيف وتشيل الاشياء هاي ليش ما تعمل لوجينج يعني تتبع اخطاء او مشاكل لسكويد وتحلها وبهاي الحالة ما في داعي انك تعمل بايباس بروكسي نهائيا طبعا هنا لما تعمل لوجينج اكيد راح تعمل لوج روتيت يعني بحكي لك انه كل سبع ايام اه اه اتبلش اه لوجينج من اول وجديد وهذا الشيء ممتاز عشان اه ما يتعبى الهاردسك كل اللي يعطوا عندك اه بلوج من اه السكويد كل ما فتت على موقع الانترنت او كل ما مستخدم استخدم السكويد بدو يعمل لوجينج فمشكلة يعني وهاي بهاي الحالة يعني هنا هاي كل الاشياء اللي انت راح تحتاجها هون ما بعرف اه اه ايش في مشكلة شكلة تمام اه اه كمان هون في عندك اللي هو ريموت كاش طبعا هذا بالنسبة للانتر برايز لانه طبعا هو الفيروول مخصص للشركات الكبيرة لكن عادي يعني ما في مشكلة تستخدمه بالبيت اه الان هون الهيب والاشياء هاي هذولا مخصصات يعني للا نحكيها بتحكي عن الكاش ربليسمنت يعني انا في عندي طبعا احنا عمنا الكاش بجوز بالبيت راح يكون عندك ثلاثة اربعة جيجا مش موضوع كبير فما تهتملوش كاش ربليسمنت لكن لما يكون عندك شركة عاملة كاشينج لثثمائة او اربعمائة جيجا او بجوز اكثر في منهم بعمل كاش لنص تيرا او تيرا او خاصة اللي بحبوا وفروا باندويت كثير وطبعا هنا بالنسبة لللو ووتر والهاي ووتر بحكي لك انه انا لو كان عندي خمسة جيجا ووصلت خمسة وتسين بالمية ببلش انتبه لسيعة تبعية الكاشينج تبعي بس توصل سبعة وتسسين بالمية مباشرة بعمل تفريغ لحتى ما تصير خمسة وتسين بالمية بس توصل سبعة وتسين بالمية برد رجاءいてه في خمسة وتسين بالمية وهكذا يعني أنا بظلني أعبي عبي عبي لحتى ما أوصل 97% بصير أرجع إلى 95% 97% 95% وهكذا مثلا في أشياء ببدك تعملها كاشنك إذا بدك توفر bandwidth كثير اعمل enable offline mode لكن ممكن يعني ممكن سير عندك شوية مشاكل أنت بتشوف بتلاحظ أنه راح يصير في بعض المشاكل هون طبعا ايش الهارد ديسك مثلا انا حاط جيجا ونص بتقدر انت اضيفها تقلل منها زي ما بدك بس انا بحكي لك استخدم ثلثين الهارد ديسك تبعك لانه غالبا بيكون عندك ثمانين جيجا او ايش مثليك اذا عندك جهاز قديم بدك تحوله فيروول فاستخدم ثلثينه يعني من الثمانين جيجا لا بلاش ثلثينه استخدم من الثمانين جيجا ستين جيجا ويعني بتكون امورك تمام واحسن من تمام لانه كل البي اف سنس اصلا عبارة عن اقل من ثلثمية ميجا يعني كل النظام تبعه بس الباقي يعني انت بتقدر تستثمره بالامور تبعيتك هارد ديسك كاش سيستم اذا كنت انت يعني كثير عندك كاشنج فاستخدم ايو اف اس اذا ما في ايو اف اس يعني بتوفي بالغرض كلير كاش روتيت هاي اكيدك تحطها صح ليش لانه ما بدك احنا بنعرف كل سبع ايام بده يعمل لوق من اول وجديد فانت بدك تضمن انه راح يمحي الاشياء السابقة ماكسيموم ابجكت ومينموم ابجك مش راح نحكي عنهم ليش لانهم يعني اغلب الاشياء معمول لك وانت بتوفي بوضع الطبيعي ميموري كاش نص الميموري عندك عندك 1 جيجا اه يعني خمس مية وتناش عندك خمسمية ميجا اه ميتتانستة وخمسين و هكدا ماكسيموم أبجكت أنا بنصحك إذا في عندك أطفال بالبيت وبستخدموا اليوتيوب وبستخدموا الفيديوهات كثير فأنا بنصحك إنه بتستخدم 100 ميجابايت مرحبا بذكر الله الآن بما إنه يعني في عندك أطفال في البيت فأغلب الأطفال فعليا لما يتفرجوا على فيديوهات خاصة فيديوهات الأناشيد والأمور هاي فكلياتها عبارة عن تكرار فإنت بس إنت أضيف يعني خليها 100 ميجا فبتضمن إنه إذا عاد الفيديو يعني في أنا أولاد أختي هموا اللي كانوا يعني يعملوا هاي الشغلة إنه بتفرج على نفس الفيديو 20 مرة بتخيل أنت 20 مرة عندك نفس الشيء بتكرر بينما إنت لما تعمل مثل هيك بتضمن إنه الفيديو راح يكون يعني مش راح يكون أكبر من 100 ليش لأنه أغلب الفيديوهات يعني بتروح حجمها ما بين يعني إذا كانت ساعة تقريبا 120 ل 160 ميجابايت فهمية بتضمن إنه كل شيء تحت الساعة يعني تكون عملت له كاشينغ يعني هيك بتضمن أكبر عدد ممكن طبعا هاي الكونفيجريشن خاصة فيها حكيت لك إنه شو المبدأ يعني الموضوع أنت بتقارن وبتشتغل أنت فيروس طبعا هون حكيت لك طبعا يعني هاي الشيء رائع إنه سكويد معمول له يعني عاملين شركة سكويد سكويد كاش دوت أورج بتقدر تدخل عليه عن طريق وقت بتلاحظ إنه يعني همه كثير يعني في مشكلة طبعا يعني يبدو إنه في مشكلة بخط الانترنت حاليا أو إنه في شيء أنا مش عامل له كونفيجريشن بشكل صحيح ف يعني اللي أنا بدي أحكيكو يا إنه سكويد معمول له إنتيجريشن مع أنتي فيروس فلما أنت تعمل له إنترسيبشن زي ما إحنا شفنا ترانسبيرنت إنترسيبشن فهو بنزل بيانات عندك على الهاردس قبل ما يبعثها ل الويندوز بي سي أو الإشي اللي أنت اللي طلبها فأنت بتعمل له إنابل وهو البي أفسينس شارك البي أفسينس عاملين كونفيجريشن لكل شيء فأنت فيش حاجة إنك تعمل كونفيجريشن لها للكليم إفي اللي هو يعني نمبر ون أنتي فيروس حاليا أو السي آي كاب أو يعني أي شيء أو المجيك كذا بس بتعمل له يعني تشايف هنا في عندك أم أس دوس تنية ثلاثين عمس كذا هاي كلايات خاصة بال يعني أنتي فيروس يعني أنتي فيروس كونفيجريشن وآخر شيء بتعمل سيف طبعا راح تعمل بس لأنه ما في حاليا ينفصل الإنترنت فرح يعني أتقل إلى الـ ACL حكيت لكم الـ ACL هي خاصة بالـ Unallowed Unrestricted الباند يعني ممنوع يتصل بالإنترنت الـ White List والـ Black List White List مثلا هاي ما تعملهاش أو عمرك لتحطها بالـ Black List والـ Black List هذول اللي ممنوع حدا يتصل فيهم نهائيا يعني فيه أشياء بتقدر تضيفها وبالأخير بتعمل سيف هاي كل شيء بالنسبة لا يعني لا سكويد فيه بيضال عندك طبعا هون إذا بتحب تحدد أشياء خاصة بالـ Download كمان هون فيه شغلة مهمة هاي بتحطها 00 علشان ما يعمل download لأي شيء ويعمل بسمه cut immediately يعني مباشرة بفصل يعني لو أنا مثلا روحت على موقع وبدأت أتفرج على اليوتيوب ومجرد ما أسكر الصفحة بيوقف تحميل الأشياء يعني ما بظلوا سكويد يعني البروكسي يطلب بيانات من إنترنت أنت بتكاشي إياها وهون أنا حطيت مثلا لو كنت بتتفرج على فيديو وصلت لـ 90% منه فهو بيكمل يعمل له caching فإذا مرة ثانية رجعت تتفرج على الفيديو بيكون موجود عندك بالكاش فمباشرة بتحميله للمستخدمين يعني في عندك كمان شغلة أخيرة لـ Authentication بتقدر تضيف Authentication عن طريق بتقدر تضيف هنا يعني على جهاز نفسه تضيف الـ User بعدين تدخل على Authentication تحكي له Authentication عبارة عن Local وتضيف هنا Authentication prompt يعني مثلا Please enter your name يعني أرجوك دخل اسمك يعني مثلا هيك عشان تستخدم البروكسي تبعنا Authentication Process Authentication كذا ومباشرة وبعمل Authentication مع Local Database تستبيتك على الـ Squid هنا إذا صارت عندك مشاكل أو انحجب عندك مجموعة من الأمور بتتفرج عليهم تشوف شو المشكلة بتقدر تبحث على الإنترنت وتحل المشكلة أو تسأل حدا أو إذا كنت شركة بتقدر تخاطب يا أم الـ Squid يا أما يعني جماعة الـ Squid الـ Cache أو الـ BFSense Firewall هم بيحلوا لك إياها بيك شكرا لإستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته